بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة الوحدة الثالثة من مادة التربية الإسلامية ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ السؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي واحد يسمى الحديث القدسي بهذا الاسم ألف تكريما له بإضافته إلى الله با لأنه قول رسول صلى الله عليه وسلم جيم لأنه متواتر با لأنه صحيح الإجابة هي ألف تكريما له بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى نين الحديث القدسي ألف تصح قراءته في الصلاة لأنه منسوب إلى الله تعالى با منقول بالتواتر جيم يمكن أن يكون سنة قولية أو سنة فعلية دال ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل إجابة هي دال ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل ثلاثة يغلب على الأحاديث القدسية ألف بيان أحكام العبادات با توضيح قضايا المعاملات جيم الترغيب والترهيب دال بيان مسائل العقيدة الإجابة هي جيم الترغيب والترهيب أربعة المراد من قوله صلى الله عليه وسلم يسر على معسر ألف عدم التشدد في الفتوى با تسهيل مرور الناس في الطريق جيم التخفيف عن المديني إن كان فقيرا بإمهاله أو مسامحته دال التخفيف في العقوبة الإجابة هي جيم التخفيف عن المديني إن كان فقيرا بإمهاله أو مسامحته خمسة معنى سمته أي أن يزوره في مرضه با أن يسير في جنازته إن إذا مات جيم أن يسدي له النصح دال أن يقول له يرحمكم الله إذا عطس الإجابة هي دال أن يقول له يرحمكم الله إذا عطس ستة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه ألف مساعدة المحتاجين با الدعاء له في ظهر الغيب جيم الاستجابة له إذا دعاك إلى زيارته دال أن تقضي عنه ديونه الإجابة هي جيم الاستجابة له إذا دعاك إلى زيارته سبعة أبو هريدة من قبيلة ألف قريش با الأوس جيم الخزرج دال دوس الإجابة هي دال دوس تمانية من آداب زيارة المريض ألف زيارته في أي وقت با الإطالة في الزيارة جيم أن يوضح للمريض خطورة مرضه دال أن يبص في نفس المريض الأمل الإجابة هي دال أن يبص في نفس المريض الأمل وبذلك نكون قد انتهينا من حل أسئلة الوحدة الثالثة نلقاكم في حل أسئلة أخرى إن شاء الله وإلى اللقاء أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حد فيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر